انا زي ما هشيل اهلك في عيني هشيل اهلي في عينك والزبير قبل كبير فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل اجتماعي ظهرت في عروسة لحظة كتب كتابها وهي بتقول شوية شروط ووصايا للعريس قبل كتب الكتاب ووفقا لللي جي في الفيديو قالت العروسة بعد كتب الكتاب انا واسقف ربنا وفيك انك هتكون خير الزوج والسند وما اندمتش في يوم اني اخترتك بل ستكون اعظم انتصاراتي واختياراتي في حياتي ولكن انا ليا بعض الشروط قبل الامضاء على عقد الزواج وقالت العروسة الجزهة انا هطلب منك طلب انا هشيل اهلك في عيني اتمنى انك تشيل اهلي في عينك والصغير قبل الكبير ومع احترامي لكل العائلة امي ثم امي ثم امي في عينك واخي طارق وتسبب الفيديو في حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا وبدأ كتير من النشطاء يدوروا على اي معلومات عنها وانهالت التعليقات على الفيديو ما بين المؤيد والمعارض لسلوك العروسة فشاف البعض انه كان من الافضل ان تكون الشروط دي ما بين العائلتين قبل كتب الكتاب ونشرت مواقع اخبارية معلومات عن العروسة وقال موقع اخباري شهير ان العروسة اسمها امنية طارق وعندها 23 سنة وهي من محافظة البحيرة وتحديدا مدينة كفر الدوار وانها بتشتغل في مستشفى المستقبل بكفر الدوار وقالت التقارير ان العروسة خارجة الكلية التكنولوجية بالاسكندرية وانها مش ناشطة على السوشيال ميديا بس حسابها على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك بيتابعها عليه اكتر من الفين متابع ووفقا للي قالته التقارير فالعروسة بتجمعها بزوجها قصة حب وفترة خطوبة استمرت لسنتين تقريبا وقال واحد من قرأي بالعروسة انها ما كانتش مجاهزة الكلام ده وان الموقف كله حصل بشكل عفوي